أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الموقف الخاص بالسياحة اليخوت وتعظيم الموارد من هذه السياحة وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر أكد مدبولي أن هناك اهتماماً بتيسير إجراءات دخول اليخوت والترويج المستمر لهذه السياحة خاصة أن مصر تمتلك مقاومات مهمة تسهم في ازدهار هذا القطاع الهام وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق على عدد من المحفزات والتيسيرات الخاصة بهذه السياحة والإجراءات الترويجية لها حيث تم إنشاء منصة إلكترونية خاصة بسياحة اليخوت في مصر تتضمن شرحاً للإجراءات المطلوبة وتسهم في سرعة دخول اليخوت وكذا تنقل اليخوت بين المراين المختلفة